السلام عليكم ورحمة الله ومعاكم أسامة من قناتكم جاسمي زون يعني باب التغير يعني أولا وحشتوني جدا وآسف أن أنا كان مفروض أصور مبارح بس كالعادة بيحصل لي أي مشاكل والضغط في الشغل فما بقدرش أطلع بالتصوير على طول مفروض كنا هنصور النهاردة تطبيق جديد بس يعني كنت طالب سحبي كده من كام يوم من يومين تقريبا انتظرت أن هو يجي لي برد ورسال التأكيد ما جاتش بس فوجئت برضو النهاردة الصبح أو مبارح 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 أني جاية لي رسالة أن السحب وصل للبيبال فقلنا يعني بدل ما نطلع النهاردة بتطبيق جديد قلنا أنا حب مبشاركوا بالسحب عشان فيه ناس أحيانا ما بتحبش تشتغل على التطبيقات إلا لما تشوف سحب بعينيها وتتأكد أن التطبيق صادق أو بيبعد مبدئيا إحنا مش هنقدر نعمل على كل طبيق زي ما قلنا قبل كده إن احنا مش هنقدر نعمل على كل طبيق سحب بس على قد ما مبدئ نقدر لو فيه إمكانية نحن نعمل سحب بنعمل البيزة في الطبيق بتاع النهاردة زي تطبيقات برضو تانية زي جاست بلي مثلا كده ممكن ابتداء من اتنين دولار تبدأ تسحب لكن فيه تطبيقات زي مثلا تطبيق جيمي اللي احنا عملنا عديلي سحب قريب اللي هو كان بسبعتاشر دولار خمسة وتلاتين سن كان الحد الأدنى عشرة دولار هنت التطبيق بتاع النهاردة الحد الأدنى بتاعه اتنين دولار فكملنا الاتنين دولار بشوية بساط كده وقلنا نجرب نسحب ونشوف يعني يمكن تسحب يعني يمكن العجلة هتزبط فتحضرتك تطمن فتشتغل فبناء على ان الناس كتير طلبت مني في الكومنتات وفي الانستجرام طلبت الشركات او طبيقات تكون بتشتغل على شركة ايرون سورس فده تطبيق كنا شرحناه وفيه شركة ايرون سورس بس هما تقريبا انا حابوا يتطمنوا الاول للتطبيق فعشان ما نطولش عليكم نخش على الطبيق بس قبل ما نخش هاشتاج انا كملت معاك يا قص علشان اتطمن انك كملت معاني الاخر الفيديو واتطمنت انك فهمت كل المعلومات اللي انا قلتها عشان تقدر تشتغل مزبوط وما تنساش لو انت قديم طبعا انت عملت لايك عملت اشتراك طبعا من زمان فما تنساش الزر بتاع الاشتراك او الجرس انك لو انت مفعله اعمله نن وبعد كده ارجع فعله للكل ولو انت جديد طبعا كده كده هتفعله للكل ان شاء الله عشان يوصل الكل جديد منه وتقدر تستفاد على قد ما تقدر يعني اه يلا بينا بقى نخش على التطبيق رجعنا تانى هنخش على التطبيق ه VPN الا انكwd حا بمقادمة وانترو للكل الالقناة مش عارف ما اعملتش لي ان اảملت الان بالقناة تانى scorpion بالنسبة لي مع انا ان شاء الله ممكن الي اردا بك الم slide простر Hub التطبيك بتاعنا اليو دا زي ما انت شايف تطبيق تطبيق reward احنا كنا شرحناه قبل كده قبل ما نخش في شرح التطبيق او نتكلم ازاي اشتغلنا على التطبيق و ازاي هتشتغل على التطبيق و ازاي هتسحب على التطبيق لو انت حضرتك لسه جديد هنشوف الاول الجيميل انا لسه على فكرة ما نبصتش على الرسالة اللي جات على البيبال هنبص عليها مع بعض زي ما انت شايف هنا هو بيقول لي لقد تلقيت مدفعات سيرفرز انتل بيبال تلقيت اثنين دولار تلاتين سنت طيب نفتح نشوف الرسالة الاولينية لقد ارسل لك سورفيك تكنولوجي برايفت ليميتد كذا كذا دي شركة تقريبا لمنتجة للتطبيق بتاع ريورد اثنين دولار تلاتين سنت هنبص للرسالة اللي بعدها بتاعت التطبيق نفسه ريورد او بيقول لي احنا بعتنا لك اثنين دولار وتلاتين سنت عشان الناس اللي بتقول لي لأ دي شركة تانية و انت جايبها هنا على تطبيق تاني والحوارات والحباشتك النات اللي انا عارفها دي لا دي شركة هيا ترسلتين مبعوتين مع بعض ان هو بيقول لك هنا ارسلنا لك اثنين دولار وتلاتين سنت للأيميل بتاعك لو انت عندك اي استفسارات رسلنا على الايميل وبست ريورد مش عارف ايه وريورد سيمر حنا نشوف البي بال افتح يا عم البي بال اتبت لتفتحها بالطبع بص ياسيدي معي لأفرد للدنيا فيها الاشيدي رواردر رواردر أب المعرف على الوديد المعرف على الوديد ويسحب وتقصد منها لديهم 2.30 سنت في اعتبال ماذا؟ تقصد منهم لماذا؟ ما علينا؟ وصل منهم 10.90 سنت خصم 40 سنت راجل ضلالي يلا ما علينا وستاشر درائل وتسعة وعشرين دول بتوع جيمي وهنسحب تاني من جيمي وهنسحب تاني من ريورتس يعني الدنيا حلوة انا معرفش يعني انا مش فاضي وبشتغل وبجيب فلوس يعني في واحد ظريف لذيذ جميل كده داخل يقول لي انا لغاية دلوقتي عمال اتفرج عليكم ومشحنتش ولا جنيه انا معرفش المشكلة فيها ولا انت بتضحك علينا يعني انا مش حارف يا يلا يعمى يلا يعمى يعمى بص اهو اهو بص اهو او دي فلوس ولا مش فلوس دي فلوس يعني دي ارقام بتقول ان دي فلوس انا سحبتها وناس كتير سحبت فيه ناس بتسحب بالالف جنيه يعني فيه ناس سحبت من تطبيقات شرحنا عبلي كده زي طبيق بودل مثلا بودل يعني مش عايز اقول لك دول ناس سحبت منه فوق السبعين دولار يا ابني والمئة دولار في يوم وليلة يا ابني يعني انت فيه حاجة في بماءك ولا ايه بالزبط ما علينا الطبيق عشان ما نطولش في الفيديو وفيه ناس بتقول كلمة فيديو دي غريب هي ناس بتقولك الفيديو وهفي ناس بتقول فيديو وحاجات غريبة كده سيادتك يعني ما لناش داعوا بهم هناك من معي 2 دولار ثلاثة وثلاثين سنتي كده اصحب اتنين دولار وثلاثة وثلاثين سنت على اللا لا 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 ما يفعلش لازم يعني اسبي لنا كده اية هبابة فسحبنا إن 2 دولار وثلاثين سنتي ببقى ثلاثة سنتو وجالي 20 سنت كده ما عرفش اقول ابني بصراحة يعني اكيد كده حاجات بسيطة يعني ما علينا سيادتك يعني هو هنا زي ما انت شايف لو انت لسه جديد ما شاركتش على الشرح القديم طبعا هترجع تتفرج عليه لو انت عايز يعني تتفرج على الشرح قبل كده اه الميت بوينت يعني الميت نقطة اللي انت هتجمعهم هيساوي واحد دولار طيب قبل ما نخش في الشرح التطبيق هنشوف الويسترو او الويسترو اللي هو السحب يعني انت عندنا بي بال وبي تيم وجوجل بلاي انا ما سحبتش جوجل بلاي لان الحد الادنى كان تقريبا خمسة دولار تقريبا انا ما افتكر اه هنا الحد الادنى اتنين دولار هو بيقول لي انت معاك فيهم تلاتة وعشرين سنت من الاثنين دولار الموبايل فيروفايد دي للناس اللي هتسألني انا سجلت بالموبايل بتاع عادي الموبايل الانواصر لان اصلا التطبيق ما بيفتحش بالفي بي ان الرقابة صارمة عليه جدا يا فاندم ما بيفتحش بالفي بي ان يا فاندم ولو فكرت تفتحه في اي في بي ان يا فاندم وتدور على صغرات وحاجات كده الناس اللي بتعمل حباشتكينات دي ما تجيش تقول لي انا خدت بانيا فاندم وبتدوس الدخل القناة بتاعتك وتسحب اي دي يا سي دي اول قيمة ايرون سورس اوفر بول احنا فتحين بدون في بي ان طب انا عايز اشوف ايه هالعروض اللي ممكن تكسبني دولارات يعني انت كسبت منيني عامل اثنين دولار وشوية دول وهنكسب احنا ازاي احنا زي ما اتفقنا برا الميت نقطة بواحد دولار طيب انت عندك هنا هو تعرض مسلا سيبك من اللي هو بتاع الفارمز العامل زي البتاع دوت بتمانية وبتمانية حتى ممكن تعيد العرض يعني ادي عندك بلينير كازينو مسلا فتحة من غير في بي ان بمية سبعة وخمسين يعني معناها دولار سبعة وخمسين سنت الرئيس اوف كيندم مية ستة وعاشين سنت يعني دولار ستة وعاشين سنت اللي تحتها بدلار وثلاثة وعاشين سنت عشان في ناس كتير جدا بتحسسني ان انا يعني ما بتكلمش بس يعني انت شوف انا طبعا ما قطعتش الصوت الصوت شغال بس همو بيحسسوني ان انا بتكلم كده يعني انا دولاتي مسلا باجا شرح لك وشرح للتطبيق ده مسلا اول مرة مسلا اجول واحد مية ستة وعاشين نقطة المية نقطة بدولار يعني مية ستة وعاشين يعني دولار ستة وعاشين سنتيجيو الي ايه هو انا هحول النقط ازاي هو انا هحسس بها ازاي يا عم انا بتكلم او انا ب FAto اello بشرح لك بقولك النقطته بتوحت الزي انت ليه لم صراتي تنزل تسالني تحت يباع انت ما وتفرجش عالفديًا يباع انت ما عملتش الهاشتاج بتاع كلمت انا كمّلت معاك ياهوس طالما انت ما عملتش الهاشتاج ده ما تجيش تسألني تحت. ابي. لورد اوف موبايل ب 67 سنت. اه دي براش. الليفل مية وخمسين بمية واربعة سنت. اه ديت مية واربعين سنت. دولار دولار اربعين سنت. يعني بس. ادي شركة ايرن سولس للناس اللي كانت عايزة. الشركة التانية. ادي في عروض. نيكست. نيكست. ادي بورد اوف كينج. دي ان شاء الله ممكن تبقى الفيديو اللي جاي. بس انا والله العزيو انا معذور. والله عشان مبقدرش عملها لكم بسرعة. يعني عشان الفيديوهات مبقدرش هلاحب ساب ضغط الشغل. خمسمية اتنين واربعين يعني خمسة دولار اتنين واربعين سنت. يعني خمسة دولار ونص توصل ليفل عشرين في واحد وعشرين يوم. احنا هنخليك توصلها في يومين. في يوم. يعني بحد اقصى يومين. اعمل لك ايه تاني. اه. طبعا نيكست نيكست يعني الاوفر تورو الشركة الجميلة اللي هي بتدعم اصلا دي بي ان بس هنا عشان التطبيق نفسهم بيدعمش في بي ان. وعندك اهو بص ايه دي جيم. نفس الكلام. احنا مش عايز تقول في فيديو عشان الناس اللي بتشك كله شوية من تطول الفيديو. ادي اهو اهو اهو. دولارات هي يا جماعة دولارات هي دولارات اعملوك ايه تاني. هنا تحت دول استبيانات على فكرة فيه خانات هنا ما كانتش فتحة المرة فتلى و تفتكروا من من الشرح الاولاني للتطبيق. كان فيه خانات مش فتحة. فتحت. الخانات التحت ديات فتحت بس هيها خانات استبيان برضو. وخانات ايرن سورس كان فيها مشاكل كان برضو بيحدثوا فيها وفتحت وهضف لك عليها شوية عروض زي الفل. زي الفل يا فندم. هتقدر تجيب منها اللي انت نفسك فيه. فزي ما انت شايف سيد العزيز احنا زي ما انت شايف ساحبنا قدامك لتنين دولار تلاتين سنت. اتطمن يا حبيبي واشتغل على التطبيق. التطبيق زي ما انت شايف. بيديك نقب بلاش. من غير فب ان ومن غير تعب. ولا. ولا المفروض كملت معي وتطمنت انك ادنفست الهاشتاج بتاعنا اللي هو انا كملت معاك يا قس انت راجل مية مية. انت راجل عسلية. انت راجل عسلية. دي كلمة سير. انت راجل عسلية. وقت ما تقول لي على السلية هعرف ان اتكملت معالي الديئة دي استنونا يا جماعة بكرا ان شاء الله هنشرح بردمج صغنون كده لزيز كده من دون عروض بدون مهام بدون اي حاجة يعني ما فوش اي حاجة خلص وتكسب منه ان شاء الله وهيبقى زال فل استوضعكم الله عشان الحق اكمل شغلي سلام